التعايش والتسامح بين أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يتمظهر في المناسبات والأعياد الدينية عين عريك نموذج حي للعلاقة الأخوية التي تجمع المسلم بالمسيحي وتجسيد لمفهوم التعاون بين أبناء المجتمع الواحد إذا سألت أحدهم هل أنت مسلم أم مسيحي يغضبون منك سؤالك مرفوض بالنسبة لأجواء أخوية مشتركة يعيشونها في عين عريك عين عريك غرب رام الله تحدثك أجمل قصة عن جدران بيوت تعلق صليبا يخشع على جرس كنيسة وتصلي على آذان الفجر قصة جمعتها حصيدة الزيتون وغداء العزاء الذي يتصابق المسيحي لعمله لأخيه المسلم هنا تضرب أروع الأمثلة على حياة مثالية بمحبتها ووئامها وتسامح أهلها الجامع اللي نبنى في عين عريك أكثر من نصف المبلغ اللي بني فيه من المسيحي فعندما نزلت وتبرعت أنا ذاك بمكتبة للجامع القرآني وأحاديث نبوي لآخره فقالوا محد منزلت شافوني من بعيد قالوا الدكتور حنى عيسى تكبير الله أكبر تكبير هذه الكلمات دائما تنبع من المحبة فيما بيننا الأضاحة هي تذبح وتوزع على الأهل أو الأقارب أو الفقراء وبالتالي بتلاحظي إذا فيه هناك عائلة مسيحية فقيرة الحال بتلاقي الأخ المسلم أخذ من اللحمة ورح أعطيها صديقات منذ سبعين عاما اعتادت أم فهمي أن تذهب لمساعدة أم خليل لتحضير كعك معمول العيد لمة متبادلة وعشة متوارثة تعبر عن معنى العيد الحقيقي لهذه الكاترة مبتشرة فيش فرق مسيح ومسلم إحنا أهل من كلش هذ مسيحي وهذ مسلم إحنا المسيحي والمسلم عايشين مع بعضنا ويعني سمح الله لو أحد اعتاز المسيح اعتاز بروح له كل المسلم أكرذنا بدا يجي وعيد جمعتنا الأسلام للأول في مظافة وعالمظافة نجي معوش اللهم يعزمونا نتغدى معهن إحنا لما يجي عيدنا نوفي نطبخ ونعزمهن يتغدوا معنا نلبيت من هاي الدار من هاي الظيافة للمدمين اللي بدين يجوا أغلى ما يتون لأن اللي بنعزمه أغلى ما يتون الدور مع سواء عيد دار النصراني ودار المسلم بعيد واحد عيد علينا المسلمين وإحنا بنعيد عليهم عند النصارى في سبت النور عيدنا وفي عيد الأضحى احتفلنا هلال صليب لفصح مبارك وأضحى مجيد هو العيد الأخوي في عين عريك فكل عام وعيد فلسطين في وحدة الحال وراحة البال من قرية عين عريك غرب رمالة زينان صندوقها رؤيا ترجمة نانسي قنقر